جسر الملك حمد الذي كان العام 2014 شاهدا على قيام فكرة إنشائه سيكون بمثابة شريان حيوي آخر يزيد من تدفق الدم في جسد العلاقة الأخوية التي تربط البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وهو مشروع كفلت جدواه الاقتصادية رؤية سطور من النجاحات التي ستحل على بدن القطاع التجاري في كل البلدين بعد تشغيله لتمتد عوائده الإيجابية وتأثيراته الاقتصادية إلى أن تصل إلى دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان جسر الملك حمد سيكون بمثابة علامة فارقة يصطع بريقها في سماء حجم التفاهمات المشتركة بين المنامة والرياض وهو خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات التاريخية على المستوى الثنائي بين المملكتين وهو أيضا من يندرج ضمن استراتيجية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة وربط الشعوب الخليجية من خلال سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الواعدة كقيام السوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمهوري مشروع الجسر الجديد الذي تقدر تكلفته الإجمالية بأربعة مليارات دولار والذي من المتوقع أن ترى حلته النهائية في العام 2027 صممت مخططاته الهندسية وتصميماته الإنشائية ليحتوي مستقبلا على أربعة مسارات للمركبات بطول 25 كيلو مترا ومسار مزدوج للسكك الحديدية بطول 75 كيلو مترا الذي سيربط بين محطة الشحن في أميناء خليفة بن سلمان مرورا بمحطة الركاب المزمع إقامتها في منطقة سلمباد وصولا إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية كجزء من مشروع شبكة القطار الخليجي الذي سيشكل كدعامة أساسية لجميع جهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات الليجستية لا سيما نقل المسافرين والبضاع آمال تجارية تم تعليقها على هذا المشروع وقتما يرى النور والذي سينطوي عليه استفادات بالجملة تطال معدلات التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لتتضاعف إلى خمسة مليارات دينار بحريني من خلال إحلال كيفيات سهلة وسلسة لعمليات نقل البضاع والسلع المتنوعة وحتى المتنقلين من خلاله لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر